نركز بشكل كبير على الهدف الرئيسية في المنطقة فيما تعلق بالصراع في غزة وأيضا الجهود الحدودية من أجل تحقيق السلام الدائم والأمن المستدام وفي هذا الشأن قد تقابلتم مع رئيس الوزراء ووزير الخيرجية فيطار بشأن الجهود المستمرة لإطلاق صراحة المحتجزين ولوقف إطلاق النار لفترة طويلة هذا أمر في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية من أجل الأصول إلى هذه المعدلة حيث أننا نتعامل مع الموقف الرهن بشكل متعدد الوجهات والفرصة الآن الموجودة حقيقة يمكن تحقيقها وأيضا من خلال التكامل مع إسرائيل وأيضا تكامل العلاقات مع جيرانها لتوان تحقيق الإجراءات الأمنية وهذا هو السبيل من أجل تحقيق السلم والأمن وهذا الإصلاح يصدع مصارا سليما وواضحا أمام الفلسطينيين هذه الرؤية وتحقيقها أيضا على أرض الواقع يمكن أن تغير بشكل كبير الظروف الأمنية في إسرائيل وللفلسطينيين أيضا ولكافة الشركاء في المنطقة وفي نفس الوقت يمكن أن تعزل هؤلاء الجهات الفاعلة التي لا ترغب في تحقيق هذا الأمر التي لديها وجهات نظر مختلفة ربما إيران لديها وجهات نظر مختلفة تظهرها في كل يوم هناك أعمال تديرها إيران ومن خلال وكلائها ولكن وهو أمر يقود الأمن والسلم ويأتي ذلك من خلال التكامل الإقليمي والتعاون مع الدول في المنطقة وأيضا من خلال تناول المسألة الخاصة بالحقوق للفلسطينيين التي يمكن الإجابة عليها في نهاية المطاف الإجابة لدي الآن فيما يتعلق ببعض الموضوعات وخلال القمة المنعقدة مع بعض الحلفاء أود أن أقول مرة أخرى أننا قد رأينا أن الناتو يتقدم في هذا الملف فيما يتعلق بالحاجات الملحة وأيضا ليس فقط في هذا الأمر ولكن أيضا في توحيد الجهود المشتركة من جانب الأعضاء هذا كان واضحا خلال الإسبوع الماضي تركيا قدمت بعض الأطرحات والسويد أيضا قدمت قدرات هائلة في هذا المجال والمجر الآن لديها خطوات لاستكمال العملية وأيضا هناك توقعات خلال الإسبوع القادم الآن الجلسة الخاصة بفنلندا والسويد أمر حتمي وحيوي الذي استمر على مدار أعوام ولكن لابد من أن يكون هناك تقدم واضح كلا الدولتين كان من الواضح من مصلحتهما دفاع عن شعبهما ودفاع سيادتهما من خلال الانضمام للتحالف النيتو أعتقد أن العملية التي رأيناها في وقت قياسي بشأن فنلندا والآن سويد تظهر أن الباب مفتوح للدخول في حلف النيتو بما في ذلك أوكرانيا التي ستكون عضوا بحلف النيتو هذا أيضا يضع أهمية على كثير من الأجناب أن الضغط على أوكرانيا أيضا أثبت فشل النظام الروسي وفي حقيقة الأمر هناك توقعات كثيرة التي منعت بوتين من تحقيق أهدافه هو رغب في تقليص حجم النيتو ولكن النيتو أصبح أكبر حجما وأرد إضعاف النيتو ولكن أصبح أقوى مما مضى وأود أيضا أن أتناول بعض النقاط الهامة بشأن قمة النيتو التي ستعقد في يوليو ستكون هذه القمة الأكثر طموحا منذ الحرب الباردة والتي تظهر تكيف النيتو مع التحديات الجديدة سواء روسيا أو الصين أو المجال السيبراني والإرهاب وكذلك ما نقوله في طرق جديدة وأيضا هناك طرق مختلفة التي يمكن أن تحقق الفعالية أيضا التركيز الأساسي على مدار الأعوام القادمة وكل شيء للتكيف مع الإجراءات الجديدة أصبح أمرا لا غنى عنه للسلم والأمن ولأعضائه بعضا من هذه القدرات هناك التدريبات العسكرية وتشهد الأكبر التدريبات العسكرية في حلفة النيتو وهي الأكبر منذ الحرب الباردة وهي رسالة قوية وواضحة أن هذا التحالف جاهز وجاهز لدفاع عن كل إنش من أرضه لقد ناقشت مع الأمين العام الدعم الدائم لأوكرانيا خلال العام الماضي النيتو خصص الدعم المالي ومعدات المدفعية لأوكرانيا الذي تساعد من شأنها مساعدة حلفاء الاستعداد ودفاع عن نفسها وأيضا الدعم المقدم من الأمم الاتحاد الأوروبي وغيرها من الأطراف وهذا يجعل النيتو وحلفائه أكثر سمودا للتهديدات المستقبلية وكما جميعنا نأخذها هذه التحديات أود أن أؤكد أنه في حالة أوكرانيا نرى هذا أمرا جاليا وواضحا لم يكن هناك مثالا أفضل على تحالفنا وتوحيد جهودنا من خلال الشركات التي لدينا مع عدد مختلف من الدول عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا أمر لم نشهده من قبل في التاريخ أيضا كانت هناك كثير من التساعدات الاستثنائية المقدمة من الولايات المتحدة ولكن الحلفاء والشركاء وخاصة حلفاء النيتو قدموا أكثر من 110 مليار دولار من الدعم إلى أوكرانيا وأيضا المزيد من المساعدات الإنسانية وأيضا هذا كان واضحا في المسال الأوكراني ولكن من أجل ضمان استمرار هذا الدعم ومن أن نأخذ كل ما يلزم وضروري لضمان أن أوكرانيا تحقق النجاح ضد روسيا كان لزاما علينا أن نمر الموازنة الجديدة الخاصة بدعم أوكرانيا وكل ما حققت أوكرانيا نحن نساعدنا في تحقيق هذا الأمر وهذا النجاح جميعنا مع الحلفاء والشركاء الأمر كان لزاما سوف نرسل رسالة قوية إلى كافة الأعداء أننا لسنا مستهترين ولكننا جادين بشأن الدفاع عن الديمقراطية وأيضا نرسل رسالة لفلاديمير بوتين في حربه ضد أوكرانيا نفس الرسالة أيضا الأمر لن يكون مكررا في مناطق أخرى ونحن نحاول أن نضمن أن يتغرر هذا السيناريو ونهاية أود أن أقول لنا لدينا الكثير من العمل على مدار الأشهر القادمة للإعداد للقمة وأعتقد أن اليوم كان لدينا جلسة رائعة ومثمرة مع الأمين العام وقد قابلت بشكل مقتضب مع بعض المسؤولين لتأكيد على استمرار هذه القد خلال الأشهر القادمة الأشهر القادمة ترجمة نانسي قنقر